بسم الله ابو الابن والروح الكدس الاله واحد امين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التزبيح بدأنا كلامنا عن طقس رفع البخور وعلى مدار الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن البخور ووجوب تقديمه في العبادة واهميته في كنستنا الابطية وكمان شرحنا الشرية اللي بنقدم بيها البخور نبدأ بقى النهاردة نتكلم عن خطوات صلاة رفع البخور اول خطوة هي فتح الستر ابونا بيفتح ستر الهيكل ويقول الي سنماس او ارحمنا يا الله القابضة بالكل الى اخره وبعدين بنصلي الصلاة الربانية او ابانا اللازي فتح الستر على عكس العهد القديم يعني احنا بنفتح الستر دلوقتي اشارة الى انفتاح السماء قدامنا مرة اخرى في العهد القديم كان الستر او الحجاب مقفول وكان ممنوع اي حد يدخل الى قدس الاكداس هو بس رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة في السنة يوم عيد الكفارة وكان من ضمن التقس ان هو يقدم بخور كتير جدا علشان حتى عينه ما تبقاش شايفة كويس تابوت العهد اما احنا في عهد النعمة بتجسد السيد المسيح وعمل الفداء يوم الجمعة العظيمة انشق هذا السطر حجاب الهيكل انشق من اعلى الى اسفل وبقينا دنهاردة مسموح لنا ان احنا بنخش الهيكل كل يوم وبنفتح السطر ده اشارة الى ان السماء انفتحت قدامنا مرة تانية بعد ابونا ما بيفتح السطر بينحني قدام الاباء اللي موجودين وقدام الشعب ويبدأ في صلاة الشكر صلاة الشكر زي ما احنا عارفين عبارة عن ثلاث اجزاء الجزء الاخير فيها في رشومات معينة ساعة ابونا ما بيقول انزحها عنا يرشم نفسه وعن سائر شعبك يرشم الشعب وعن هذه الكنيسة نحية الابلي وعن موضعك المقدس هذا يرشم نحية الهيكل او نحية المسبح وكانت العادة التقصية زمان انه ابونا او اللي هيصلي صلاة الشكر انه هو يكشف رأسه يعني يشيل العمة او الطائية اللي على رأسه قبل ما يصلي صلاة الشكر ده موجود فيه قوانين كنيسة كتير زي كتاب الترتيب التقصي للبابا غبريال الخامس ده من الكرن الخمستاشر وزي خلاجي ابونا عبد المسيح المسعودي البراموسي وده اتكتب سنة 1902 ميلادي وكان الاب البطريارك لو حضر الرفع البخور يتقدم كبير الاساقفة او حد من الاساقفة ويقول كده انه يمسك معاه ستر من الحرير ويروح ياخد العمام بتاعة الاب البطريارك علشان يبدأ يصلي صلاة الشكر ولدرجة انه لو البابا البطريارك مش عايز يكشف رأسه يقوم يأذن لحد تاني انه هو اللي يصلي صلاة الشكر وكمان موجود في قوانين البابا خريزدوسولوس الرقم 66 من بطاركة الكرازة المركوسية يقول كده لا يدخل احد الكنيسة اللي حافيا مكشوف الرأس واحنا على فكرة ما زلنا بننفذ الكونين دي لحد دلوقتي يعني كناس كتير وخصوصا في الاديورة بنقل عشوز بتاعنا برا الكنيسة خالص ما بنخروب ما بنخشش الكنيسة اللي وإحنا حافيين وكمان اي حد بيبقى لابس كاب او لابس بورنيتا او حاجة زي كده بيلاحى قبل ما يخش الكنيسة انا ليه بقول الكلام ده بقول الكلام ده علشان نبقى فاهمين ضرورة معرفتنا بالطقس وضرورة درايتنا بتاريخ تطور الطقس عشان نتجنب الانتقاد دلوقتي لما بنشوف اي حاجة ابونا فلان او الانبى فلان بيعمل حاجة احنا مش وغدين عليها نقوم نتهم ان هو غلط او ان هو بيعمل حاجات غريبة عن كنستنا في حين ان احنا لو درسنا الطقس ودرسنا تاريخ تطور الطقس هنلاقي ان ده موجود وكان موجود وكان هو ده الطبيعي نرجع لموضوعنا تاني انه ابانا اللذي هو بعدين صلاة الشكر بعد ما بننتهي ابونا من صلاة الشكر يبدأ الشمامسة يرتله ارباع الناكوس وسميناها كده عشان بنصليها باستخدام الناكوس او الدف بيسجد ابونا قدام الهيكل ويدخل الهيكل والطريقة التقسية ان ابونا بيخش من ناحية اليمين برجله اليمين ولما يجي يخرج من الهيكل يخرج من ناحية الشمال وبرجله الشمال وده بيبقى فيه نوع من انواع الاحترام للمزبح اللي موجود في الهيكل كمان بعد كده دخل ابونا وقف قدام المزبح يقدم له الشماس الشورية ويحط فيها خمس ايادي بخور خمس مرات من البخور بالرشومات المعتادة باسم القاب والابن والروح الكدس مجدا وإكراما اكراما ومجدا للسلوس الكدوس الخمس رشومات المعتادة ويبدأ ابونا يصلي صلاة سرية اسمها سر بخور عشية لو احنا في عشية سر بخور باكر لو احنا في باكر وصرا سلسان منها كده لانه بتقال سرا مش عشان هي سر المفروض ما نعرفوش يعني لكن صلاة سرية معناها انها بتقال سرا والقداس مليان صلوات سرية كتير بيصليها الاب الكاهن عايز اقول ملاحظة قبل ما نكمل انه صلوات رفع البخور كلها بنصليها برا الهيكل بنصريها في الخورس الاول زي اللي انا واقف فيه كده الخورس بتاع الشمامسة كل صلوات رفع البخور بنصليها برا الهيكل ليه لانه كان مسبح البخور زمان في خيمة الاجتماع وفي هيكل سليمان كان برا قدس الاكداس ملاحظة تانية انه ستر الهيكل اللي ابونا فتحه قبل ما يبدأ الصلاة بيشير للحاجز اللي كان بيننا وبين ربنا نتيجة الخطية في العهد القديم عشان كده بيفتحه ابونا وهو ماسك الصليب يفتح الستر هو ماسك الصليب علشان اشارة على ان الصليب ده او المسيح اللي اتصلب على هذا الصليب هو اللي زي ما بنقول في القداس الورغوري الحاجز المتوسط نقطته والعداوة القديمة هدمته كمان ابونا لما يجي يفتح الستر بيفتحه من نحية الشمال لليمين علشان اشارة على انه بهذا الصليب بعمل الخلاص اللي على الصليب احنا نقلنا من التدبير الشمالي الى اليميني ملحوظة كمان عايزة اقولها انه صاحب الردبة الكهنوتية الاعلى في القداس هو اللي هيقول شليل وقريني باصي وهو اللي هيرشم كل الرشومات يعني الاب البطراركي حاضر او الاب الاوسكوف حاضر هو اللي هيقول شليل وقريني باصي هو اللي هيرشم كل الرشومات كمان عايزة اقول انه الخمس ايادي بخور اللي حطهم ابونا في الشورية عدوا بقا معايا ان احنا هنقول في طقس القداس ثلاث خمسات دي أول خمسة خمس أياد بخور في الشرية ودول إشارة لرجال العهد القديم اللي قدموا لربنا تقدمات مقبولة مين هم هبيل بحسب ترتيبهم كده أو بحسب ظهورهم في كتاب المقدس هبيل ونوح وملكي صادق وهارون وزكريا زكريا أبو يحنى المعمدان تقول لي ده فيه رجال كتير قدموا لربنا تقدمات مقبولة وقال لك مزبوط لكن الخمسة دول مجرد رمز لكل رجال العهد القديم والعهد الجديد اللي قدموا تقدمات مقبولة لربنا طيب الخمس أياد بخور دول أبونا اللي موجود في الأداس هيحطهم طيب الأداس فيه أكتر من كاهن شريك وفيه بطرك وفيه أسكف وممكن يكون فيه أكتر من كاهن هنعملها إزاي دي الكاهن الخديم بيحط أول يد والثالثة والربع والخمسة والكاهن الشريك يحط ليد التانية طيب لو فيه أكتر من كاهن كلهم يحطوا ويتحسب بيد واحدة اللي هي اليد التانية فكذا يبقى هم خمس أياد بخور مهما كان عدد الكاهنة اللي حضرين الأداس الخديم هيحط واحد وثلاثة واربعة وخمسة وكل الشركة اللي في الكنيسة هيحطوا وتحسب كلهم باليد التانية طيب الأب البطرياركي موجود أو الأب الأسكف موجود ده هيكون الخديم كلنا اللي حاضرين الأداس سيدنا هيحط البخور في إيد الكاهن والكاهن يحط البخور في الشري نكمل بعد كده أبونا بعد ما حط الخمس أياد بخور في الشري بالطريقة التقصية اللي شرحناها هيبدأ يعمل دورة البخور حوالين المسبح بيقف أبونا ويشه نحية الشرق ويبخر ويصلي أوشية السلامة اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية وقدامه الناحية التانية الشماس شايل أو رافع البشارة والصليب ويقول مرض الأوشية وبعدين يلف أبونا حوالين المسبح من ناحية اليمين ويكمل بقية صلاة الأوشية هذه الكائنة من أقصاء المسكونة إلى أقصاء والحقيقة مش هيصح أبدا إنه الشماس اللي بيلف مع أبونا دورة البخور إنه هو ما يكونش حافظ المرضات لأنه هيرد على أبونا مرضات الأوشي في الدورة وبيبقى رافع الصليب ورافع البشارة والحقيقة الصليب والبشارة دول بنشوفهم من ضمن الأودوات بتاعة المسبح البشارة دي بتكون يا إما من المعدن يا إما من الخشب عبارة عن علبة لو فتحناها هنلاقي موجود جواها الأربع بشاير متة ومرقص ولوقة ويوحن معرفناش نتحصل على الأربع بشاير لوحدهم يعني بنقوم حطين العهد الجديد فالبشارة دي عبارة عن علبة أنا لو فتحتها هلاقي جواها يا إما الأربع بشاير يا إما العهد الجديد والشماس هو رافع البشارة والصليب قدام أبونا وبيلف بيهم حوالين المسبح قدام أبونا دي رمز الانتشار الإنجيل في كل العالم بقوة المسيح المصلوب على الصليب فدايما الشماس يبقى رافع البشارة والصليب قدام أبونا في الدورة لأنه الإنجيل انتشر في العالم كله بقوة المسيح المصلوب على الصليب بعد كده أبونا يعني بيكمل الدورة حوالين المسبح بيقف يلف في الناحية التانية من على المسبح يكون بقى الناحية التانية وشه للغرب يصلي أوشية الأباء أذكر يا رب البابا البطريارك وشريكه أبينا الأسكف وبرضه قدامه الشماس بيلف حواليه ويرد عليه مرض الأوشية يكمل لف أبونا حوالين المسبح ويكمل بقية الأوشية وهو بيقول حفظا احفظه لنا سنين كثيرة وأزمنا سالمة وبعدين ييجي أبونا مرة تانية نحية باب الهيكل ويبقى وشه للشرق ويصلي أوشية الاجتماعات أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها وقدامه برضه الشماس يرد عليه مرض الأوشية يكمل أبونا الدورة وهو بيبخر ويكمل بقية الأوشية ويقول أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق لنصنحها كإرادتك الطباوية المقدسة ووصل أبونا في الدورة عند حضن الآب فبقى وشه للغرب بقى وشه للشعب يبخر ويكمل بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة أنعم بها يا رب علينا وعلى عبيدك الآتينا من بعدنا إلى الأبد وبعدين يلف حوالين المسبح وهو صامت وييجي ناحية باب الهيكل ويبخر ويقول إيه تكملت الأوشية كوم أيها الرب الإله وليتفرق جميع أعدائك وليتبدت قدام وجهك كل مبغدي اسمك الكدوس وبعدين يلف حوالين المسبح يروح نحية حضن الآب مرة تانية ويبقى وشه للشعب يقوم يقول أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك المقدسة وبعدين أبونا بيقبل المسبح ويخرج من الهيكل زي ما اتفقنا من ناحية الشمال وبضهره احتراماً للمسبح ويخرج أبونا في الخرس الأولاني هنا ويعمل دورة بنسميها الصليبة يعني يلف في كل الاتجاهات يصلي في كل الاتجاهات على شكل صليب يبدأ بنحية الشر يبقى باصص نحية المسبح نحية الشر ويبخر تلات مرات وهو بيقول نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح الكدس لأنك أتيت وخلصتنا أما أنا فبقصرت رحمتك أدخل بيتك وأسكت قدام هيكلك المقدس بمخافتك مزمور خمسة ويكمل ويقول أمام الملائكة أردت لك وأسكت قدام هيكلك المقدس وبعدين يلف أبونا ناحية البحرية أو ناحية البحر كده فيلاقي في وشه آيكونة الستة العضرة فيديها البخور والسلام ويقول نعطيك السلام مع غبريال الملاج السلام لك يا ممتلئة نعمة وبعدين يلف أبونا ناحية الغرب يلاقي الشعب صحن الكنيسة ويلاقي الملائكة اللي حاضرين الكنيسة حتى لو إحنا مش شايفينهم فيقول السلام لمصاف الملائكة وسادتي الأباء الرسل وصفوف الشهداء وجميع القديسين وبعدين يلف أبونا ناحية الإبلي ناحية السيدات كده يلاقي آيكونة يحن المعمدان يقوم يدي له البخور ويقول السلام ليحن ابن زكريا السلام للكاهن ابن الكاهن هو يحن كان كاهن ما شفناش يحن المعمدان قدم زبيحة لكن الكنيسة بتقول على يحن المعمدان الكاهن ابن الكاهن فيه منها لأنه ابن زكريا الكاهن لكن هو كمان كاهن لأنه في يوم معمودية السيد المسيح قدم المسيح نفسه كزبيحة وقال هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم عشان كده الكنيسة بتدي لقب الكاهن ليحن المعمدان وبعدين هيلف مرة تانية أبونا ويبقى وشه للشرق مرة أخرى ويقول للمسيح نسجد لمخلصنا محب البشر الصالح لأنه تراقف علينا أتى وخلصنا يبقى بدأ بالشرق وانتهى مرة تانية بالشرق بدأ بالمسيح وينتهي بالمسيح لأنه هو الألف الأول والآخر الألف واليال يبقى كده الدورة دي اسمها الصليبة اللي أبونا بيعملها بالبخور بعد كده هيقف بعد ما خلص الصليبة هيقف ساكت يدي الشرية للشماس ويقف ساكت لغيط ما الشمامسة ينتهو من ترتيل أرباع النقوس أو أبونا بيستغل للوقت ده لو ما كانش فرش المسبح الصبح قبل ما يصلي ممكن يبدأ يفرش المسبح في الوقت ده أثناء ترتيل أرباع النقوس بعد كده إيه اللي هيحصل لما تخلص أرباع النقوس خلينا نعرف ده بنعمة ربنا الحلقة الجاي أما إلى هنا فأعاننا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر